جسمي لدي أمانة من خالقي فمن الأمانة الاهتمام بصحتي صون لها بوقاية وتحفظ والأخذ بالأسباب عند إصابتي هذا دواء الداء لكن الشفاء هو منة الرحمن ليس بقدرتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمدين صلى الله عليه وسلم أرجو من الله أن تكونوا بخير جميع السادة المشاهدين ومشاهدات وإن شاء الله نقدم لكم مادة طيبة إن شاء الله تنفعكم وعملية جدا تكون وخاصة اليوم حنتكلم عن التدخين الذي هو آفة الشباب والكبار سواء إناث سواء ذكور للأسف الشديد يعني انتشر التدخين بشكل سيء جدا وسبحان الله المرض الوحيد الذي ممكن نتنبأ بمضاعفاته وممكن علاجه وممكن إيقافه بإرادة طبيعي هذا المرض الوحيد في العالم الذي ممكن بإذن الله ناخد بالأسباب ونوقف مضاعفاته باقي الأمراض ما بنادر نحسر لكن هنا لما بتقوله للمريض واقف التدخين واقف يعني حتكلم الآن جدا يعني بنزعج وبزدايا لما بيجيني مريض كم سنة صارك بالدخين ثلاثين سنة يعني ابتدى من خمستاعش أو سبتاعش يعني أذكر مرة في كان إعلان طلع من كم سنة أخين من نفس البيت هذا الأخ ما عم بلعبه مع أصدقائهم في الشارع الأخ هذا رفض يشرب السيجارة الأخ الثاني يشرب السيجارة وارجوك يعني الموضوع أنا عم بعطي هالمثال إنه موضوع إرادي الشاب الذي لم يشرب السيجارة لم يتعلم على الموبقات الأخرى ونجح وصار سعيد في حياته وأولاده وأسرته هذا اللي انكسرت إذا إرادته مع أول محاولة له يعني إرادة برجع بكرر لا تجرب شيء لا تقول والله التدخين هاد حيامل لي رجال مثل الأفلام والمسلسلات عم طالعوا لك واحد طفش واحد والله يصار بطل صار هذا يجي يدخن سيجارة وكل واحد يعمل لك طريقة النفخ كل واحد طريقة أنا مالي علاقة فيهم عادة سيئة والله لو في صفر صفر واحد يعني واحد في الألفاء دي اللي كنت قلت لكم عليها يا شباب يا شباب يعني نرجع نركز إنه مصيبة مصيبة كميرة وسبب أمراض خطيرة نحن نعقل ونتوكل نعقل كيف والله أنا عارفين ليش دي أتعلم مع التدخين وأنا صغير يجي إليه يا الله أنت مالك رجال أنت كذا يقول اللي يقوله أنا عارف رجالتي وعارف شخصيتي مو أنت يا زميلي بدأت تقيم وضعي تقول لي هذا أنا عارف حالي أنا مالي علاقة بمسط لقي طفش يلا جريوا على السجارة وعلى الخمرة يعني للأسف وسائل الأعلام المرئية للأسف هي عملت ثقافة سوقت للسجار للسجار للخمرة للمخدرات يعني معروف خمس أفلام سوقت للمخدرات للأسف الشديد حرجع الموضوع التدخين يحتاج لإرادة قوية إذا والله عندك إرادة قوية والله لو من جاء ورائك وأجبرك وحاول إيه تدخل في على التدخين بفرض هنا أنا نبتدي التدخين طبيعي أنا عم باخد التدخين عم بينزل الهواء من المري عم بعملي فطريات في المري والتي بات مزمنة وربما ارتجاع في المعدة ويؤدي وينزل على الرئتين شفتوا الصورة هاي الأولى ورتنا الرئتين السوداء اللي فيها رئة مدخن السوداء على اليمين وهاي رئة المبدخين أنا دمي محتاج لأفكر لأتصرف لينهضم أكلي ليطلع هرمونات محتاج هوا نضيف أكسيجين تصور أنا عم باخد هذا الهوا اللي فيه غاز أول أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون النيتروجين يعني سبع تلاف مادة كيمائية سبت موجودة في التدخين كنت أجيب لكم معي صورة الصيغارة وإيش فيها لأسف ما شفتها المهم يعني سبعين من ها المواد الكيمائية مسرطنة حتقلي بايش مسرطنة يا دكتور أول شي نمسك من المستوى الشفايف للسان للحنجر والمري لسرطن البلعوب لا لا اللهم صلي على سيدنا محمد لا سرطن القولون للمنك رياس للريئتين الآن أول مبارحة كمان سببت أنه عند الناس كبار في السن سرطن الغدد اللينفاوي المايلويد كمان سببه من التدخين هاي هون الرئة السليمة وهاي هون الرئة اللي تنفخت من كتر ما توصع التهابات متكررة ومثل الربو انتفخت صار عنده الانفيزيما اللي هي الحويصيلات اللي هون على مستواها يتم لما أنا هلا عم باخد نفس أكسجين دخل الأكسجين على الرئتين حويصيلات الرئوية عطته للدم لشان يجيب لي دم نظيف اتصور أنا عم بجيط كمان باخد سيجارة ايش عم بصير معي ايجت السيجارة الحويصيلات كانت نظيفة وحلوة وعم بصير التبادل الأكسجين تاخد الأكسجين من الهوى اللي استنشقته بتعطيس اني أكسيديك كربون اللي يطلعوا مع الزفئير نحن هون نتفرجوا كيف صارت المناطق كيف صارت الرئة بعد ذلك الحويصيلات اللي نضيفة للأسف اتخربت يبقى عندي مشكلة التطخين انه انه هذا المريض حيقلي بتدي ديئة النفس وبتدي السعالة خمس سنين خمس سنين التهاب مزمن فرهتين رابو مزمن انفيزيمة اللي هي انتفخت عشرين سنة يعني ديقعد المريض عشرين سنة يعاني من مشاكل صدره حتى لي يا دكتور طي في مريض رابو حقال لك بالزيت المدخن عنده قابلية الناس كلها بتجي لانفلونزة اللي بدخن انفلونزة طاق عشر عيوب الأنفية على الرئتين أزيته أكثر ليه لأني عم بياخد كمان ما ننسى نقول التدخين يقال للمناعة يبقى الآن هلأ عم نحدد نحن الآن أهم مساراتنا مشان ما يصير في عندي هذا انه موضوع التقرحات بالفم السرطانات حتى يقول يا دكتور اي رأي سنة طيب بعد كم سنة حيصير وخاصة الآن أكتر الشي المخيف سرطان البنكرياس حتى لي طيب ماهزة عن الأمراض القلب المريض عنده ضغط سبحان الله المريض اللي عنده في الشرعين في عصيدة لأنه هي هيكة تكتل الكوليسترول السيئ مع غير السيئ ممكن يصير هذا عنده تنفجر بالتدخين يجي منكشة تك 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 يلا انفجري وعمليلي جلطة يجي له أزمة قلبي للواحد في دماغه أزمة في قلبه أو في دماغ نزيف جلطة هنا كمان يورجيك المريض بعد 20 سنة 15 سنة تدخين اي يا دكتور انا جدي كان هيك كان بياه طيب انا مالي لا انا انت انت الآن بالظروف ولله الحمد لكن كمان مؤذي نجي هنا هي الحواء الرئى اليسار اللي على نحية اليسرى شوف كيف نضيف الشعب والشعيبات الهوائية وكيف هنا بصير عملية التبادل هون لمريض منسميه chronic obstructive pulmonary disease اللي هو الالتهاب المزمن الذي يؤدي الى ضيق في الشعب الهوائية شوفوا كيف رئته والله يشي بخوف يعني احيانا هاي الرئى العم شايف الطالع الانفزي هاي تنفجر وفصير هوا فارتح صار تحيا وموت للمريض لا يروح على الطوارئ لا يشخص لا يطلع الحمد لله بعدين تركب له انبوبة تسحب هالهواء يعني السؤال فين كف هالصورة هاي واللي قبله اي واحد مدخن سيجارة شيشة شم بايب فيب كلياتهم لو سمحتوا طلعوا على الصورة هاي هنا كمان الالتهاب المزمن ده الشعب الهوائي كمان نفس الطريقة بشوفوا كيف بضيق وبصير عنا بيبتدي كل شفاي مسكين شيء محرج بيجي بيجي عمال بالمسجل بروح ده يصلي يعني هم يزعج المصلين وصدره وكحة يعني ويزعج بيته ويزعج زوجته بالمناسبة الله يرضى عليكم اي واحد دخن يدخن يشوف له برا ويطلع برا البيت لاني في احد البلدان ما حنقود في بلد في لبنان تعمل بحث من وزارة وزارة الزراعة الامريكية عملوا مثل ما عملوا ع السمن في مصر والهند والباكستان ع السمن الصناعي عملوا شافوا نسبة زيادة سرطان السرطانات عند الاطفال نتيجة لماذا الوالدين عم شايشوا طول اليوم في البيت ارتفعت من اربعة ستة في المية ظارت الآن 22 يعني السؤال فين برجع بقى لكم السؤال فين انه سبت يعني انا اجيب مصيبة لأولادي في البيت ياخي بدك دخن دخن برا البيت يعني برجع بقى لكم هاي هون طبيعي يوريك هذا السرطان البنكرياس لسبب ما ما عم نعرف يا اخي والله افرح لما يجيني مريض وشخص انه عنده اكسوش في بداية السرطان بنكرياس لنتصرف فورا لكن يا اخي صعب ساكت البنكرياس ساكت 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 بعد مرة واحدة بيبتدي مع الاعراض وبتدخل للأسف لما تظهر اعراضه بيكون المريض دخل في المرحلة النهائية حتى في اميركا وعرفانين احنا كل اياتنا اللي اخترع الايفون وهذا تبع بيل جيت وتزال سرطان بنكرياس ما ما ادروا يعملوا له شي ابدا فالزالك هاي هون الخلايا السرطانية شايفين هيك منتشرة على البنكرياس في هالمنطقة هاي المعدة البنكرياس في الظهر بأي واحد الله يرضى عليكم المعدة وبسمع في الظهر من الخلف ابتدى يتلون عينه اصفر او كزا يراجع طبيبه ومدخن تراجع طبيبك بتقول له انا بياندي المهون انا خايف يكون البنكرياس يعملك وظيف البنكرياس الله يرضى عليك وتتأكد انه ان شاء الله وتعالى سليم باذن الله يتعالى او ويتعمل يعني شوفوا فورا بيتعمل وظيف البنكرياس طلعت مرتفعة ومنعمل تمام طلع مرتفع اشعة مقطعية رانين مع ناطيسي لا نطمئن لا تنقذ حياة هذا المريض واضح يعني نرجع بنحكي حتقول لي يا دكتور هيك هجمت رأسا والله انا يعني عم بحكي واقع للأسف هالحلقة مو واحد زايد واحد يساوي اثنين واحد زايد واحد يساوي الف واقعية مية في المية وتمسنا جميعا كيف تسرب بالمجتمعنا طبيعا طريق الافلام والمسلسلات الاجنبية وهذا يعني للأسف الشديد هون بدي اركز على انواع التدخين عنا السيجارة العادية السيجارة عنا في الوراء الابيض وراء الابيض لما بنحرب طاليا خالز اول اكسيد الكاربون رأسا تخلو الشهرين الان كنت من حوالي خمس طاعة اثنى خمس طاعة سنة عملنا بحث رحنا على اشارة بكليفلند يعني اكتر اشارة فيها سيارات وبعد الواحد يستنى تمينة الى عشر دائلة تفك السيجارة كله بقى الواحد متحمس وهذا عم بدخن سيجارة فعلا عملنا هادولي هالمرضى هادولي بهالحالة هاي حولنا نعمل مونيتور بس نشوف نسبة اثبتنا انه صير انقباط بشرايين القلب وتفك وطبيعي مع التدخين وشدة الاعصاب معناته التدخين وشدة الاعصاب مع بعض يا سلام وهو الاخ طبيعي السقافي المعروف يلا انا اشير اخذ لي سيجارة هنا يعني مضاعفات التدخين هنرجع على مستوى الاشي اسمه الرأس والهداء وجدنا انه جلطات بصير فوق على شبكية العين بتخلي تشيخ وتتعب مبكرا خاصة اذا ماهو سكر تؤذي الشرايين اكثر وبعدين بالنسبة للحل طبيعي بصير عنده طبيعي اسنانه تحتري بتتعب والحل وسرطانات طبيعي منبتدي منها خاصة انه بياخد سيجار او اللي بيمضغ الاشي اسمه التبق او بحطه الشم هاي هون احتمال يرتفع الضغط يزيم ازمات القلبية التهابات الرئة اللي الان منتشرة بعد الفايب الفايب هذا السيجارة الالكترونية يعني هتكلم عنها بس انا هقول المضاعفات هون الاشي اسمه على الرئة هون بحث جديد عملوه كمان تثبت انه بيعمل بيقلل الخصوبة عند الرجل والمرأة وبيعمل تجاعد هاي رسالة للسيدات بين قوسين على الشيشة او السجير يا فرحتي بدك تعملين الضارة للبشرة وتح باطوكس وفيلر وهاد وبعدين تجرب السيجارة طبيعي ايش هيصير هتكبر اكبر من سنة هاي هنا معدينة بالنسبة قلنا على موضوع التانية يبقى برجع بحكي على السيجارة خطرها الطبخ والسيجار هو كله طبخ بيعمل سرطانات من الحلق للبلعوم الورقة بتعمل انقباط الشرايين وتأذي الريئتين الورقة في السيجارة وبعدين السبعين مادة بتنتشر في النام للأسر تمتص بسرعة لأني المريض تبقى شهيد وتعباني مالو مزاج يأكل ليش لأني عمال بدخن السيجارة الهوى ايش عم بينزل بينزل مثل مثل البالونيا بيحصرة في المعيدة بياخد جزء انا معتي هيك حجمة يام لها اكل ياس هو الهوى اخد تقريبا التل باجي اكل ادو اكل امتين بيش باقي كلها تنت لاي مساكين وزنون ضعيف والهذا والسجار تعبتون حطى لي طيب يا دكتور السجار ايش فائد لح ما فائد غير انها طبيعا في اخد النيكوتين النيكوتين ايش بسوي بروع الدماغ على المستقبلات في الدماغ بحسن مستوى الدوبامين الدوبامين اللي هو ايش هرمون السعادة فازلك لما يكون واحد متنرفز او متضايق واتدخن حيطلع الدوبامين بطلع وقت معين بعدين خلص التدقين دخلت في كآبة يبقى صار عندي قلق اكتئاب وتعبة في التدقين وحدة وراء وحدة ما هو شرط مع كل السجارة يرتفع حتى قللي يا دكتور طيب هذا السبب هذا السبب الناس مدمنين عليه تمام يبقى حقيقة بالنسبة للشيشة نجح الشيشة الشيشة في مركز البحث هيطلع المنتحدة في النظام الصحة العالمية في اسكندرية عمل بحش وجمعات مالك عبدالعزيز عملوا بحش للأسف وجدوا الشيشة الرأس من 40 إلى 60 سيجارة يعني كان يلوهاد عم بيشغل 30 آمين 3 باكتات كمان خطره أكتر لأني ليش عم توجي هالماء بلزل الهواء ويطلع عن طريق الرطوبة بلزق يعني أضرار على مستوى الجهاز الهضمي أكثر حتى قللي يا طيب يا دكتور واللي بنحط بقى المعسلات والشغلات اللي بيعملوها بدوسوا بيجريهم قشر التفاح وهذا وهذا معسل ما باعر تعمل إيش تعمل إيش يا أخي انتبهوا بدك انت حط تباك أصلي يعني تبغ أصلي حطينا التبغ الأصلي بكفي تاخد السرطانات يا لطيف على يعني برجع بحكي الشيشة خطرة السجار خطر البايب الغليون يعني خطر السجارة لوحدة خطر لسه اليوم يعمل هذا في نوع من السجير أيضا جدا مزعج وهذا انتبه بيجي من أحد الدول يعني جدا خطر هذا السجار السجارة ما لا فلتر ما لا شي يعني لما بيشرب الواحد بيعمله حرقان في صدره يعني لا تواخذني انت عم تقوحكي بيحكي وهذا المضاعفات عم تطلع بسرعة نجي بعدين على الشمة الشمة هاي تنحط اللي فيها ما بعرف التراب اسمنت محتويات او المضغط طبغ نفسه كله هاي اخطر شي هذا رأسا رأس سرطان على الرئة بينزيل يا لطيف فالله خير ونحافظ ونحن ونرحمين اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين من اخطار هذه المواد الخطيرة حيجينا قلنا ما اضغط طبق اللهم سواء سرطان ولا تلاقي فطريات في الفم وتقرحات ويعني يعني لا توخزني كيف مرتك ده تحكي مع ولادك اللي مرتك وفمك لطيف فلذلك انصح بالغرغرة ودفرش سنينك عشر مرات ما حين ضاف كله من مساوئ ترسب للأسف التار والنيكوتين على السجائر حتقلي طيب يا دكتور ما العمل انا والله بتعجب يعني يعني المشكلة انه عرفانك انت هم نزيف للجيوب عم تصرف ونزيف للصحة يعني انا عم باخد هالشي ولا تلق انا قاعد اسلام ولا تلق بأيديكم ولا تهلك يعني حتقلي يا دكتور طهي هل اي القرآن يا اخي والمسلم قلنا كيسون وفطن زكي طب انا عم باخد ادفع فلوس لا اأذي نفسي مو افضل ما ادفع الفلوس اروح اشتري لحمة كويسة وطعمي ولادي واكل انا اكل ينفعني او اجيب اكل اكل مفيد لبيتي يعني يعني لا توخزني اروح اشتري باكتين ثلاثة ولا اشتري سمك واكله لا والله اكل سمك اشتري فواكغ خضرة لا والله فواكغ خضرة يعني الابشن الخيارات عنا واضحة حتقل لي طيب يا دكتور التدخين نرجع على الاعلان اللي قلت لكم عليه الاخين هذا اللي مسك التدخين اترقى ارادة ما في ايجا عزم علي مثلا على المخدر على الخمرة ترقى للخمرة ترقى للخمرة ليش يعني انكسرت ارادته من اول مرة فلزلك بدنا نربي اولادنا من هنن وصغار اول ما يدخلوا المدرسة يا ابني الارادة تربيله ارادته ثقته بنفسه يا ابني ما تكل من احد ما تجرب من احد شيء وما تحاول ابدا التدخين تشرح له يا ابني التدخين ومساوقه والتدخين تورج مثلا بالصطف عتلاقي واحد شوف يا ابني اللي بدخن ايش يصير فيه صدف رح تزير المستشفى سرطان قال له يا ابني من التدخين شوف اصار معه يعني فاعتبروا يا ابني الاب صار بهذه الطريقة هاي بتعلم ابنك توجه له رسالة رسالة واضحة تمام الله يرحم ابوي انا كنت كنا في حلب كنت صغير كان عنا بيجينا في الخان عنا رجل محترم جدا جدا وفاجأ بالليل نحن رجعين يعني على البيت هلا يوقف اللي يشوفها لقي يلطي طالع خمر وسكران وشكله هل يشوف ابني عشان ما تفكر ابدا ان الخمر هاي تقرب يعني طريقة وعز ابوي بوقته والله يرحم ويغفر له وجد انه هالطريقة هاي مخنعة لي وفعلا ما بنسى هالمنظر طول عمري انه كيف محترم الصبح والمساء يا لطيف خمر وسكران ويتمايل يعني الواحد برجع بقال السيجار ويا ما شفنا مضاعفات السيجار يعني حنيجي بعضين على الشرايين الطرفية مرض اسمه بيرجر بتلاقي ايدي اصابيعه بتبرد بسرعة بتلاقي بتدت تقرحات تطلع يعني منتشر مو بقلكون قليل بتلاقي ايدي نسبة الاكسجين عنده ناقصة يعني بنرجع لموضوعنا الآن اللي اللي يهمني بصراحة لاني هذا حديث الآن الساعة متل ما بقوله الفايب الفايب يعني يعني بصراحة مصيبة الآن يعني تصوروا الدراسات الآن اللي انتشر الآن في امريكا وكندا واوروبا الفايب نفسه انا هوت وسيلة جيدة اللي امتنع عن التدخين ولكن للأسف الشديد ثبت انا استخدمت الفايب سنة سنتين حرجع التدخين شريح اكثر يعني حتصير عندي نوع حتقول يا دكتور ما اني كله مليا مواد كيموية وكل نكهات الفانيليا ونكهات كله مهيجة وبتجيب رابو للمريض هتلاقي بعد فترة ابتدى ايه يدي نفسه ولاح سجلوا سبع حالات وفاة بعدة مقاطعات في في كندا وبعض هالمقاطعات ومنعوا بيع الفايب اخذتوا الفايب يعني السيجارة الالكترونية يعني يعني صوروا العبو الوحدة تابعة الفايب تعاد العشرين سيجارة السيد المخرج يعني نطلع فاصل ونستأنف حديثنا يعطيكم العافية فاكهة وفائدة الكاكا الكاكا فاكهة لذيذة وحلوة المذاق تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تجعلها مفيدة لصحة الإنسان فهي غنية مستويات المستويات الطاقة وهي غنية بالفايتامينات وخصوصا فيتامين لذا فهي تحافظ على صحة الجلد وتحميه من الشيخوخة المبكرة والكاكا غنية بالبوتاسيوم لذا فهي تساعد على خفض ضغط الدم وتقي من أمراض القلب فتبارك الله أحسن الخالقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني هدفي من هذه الحلقة رسالة توصل يا شباب أنتو عماد هذه البلد عماد هذه الأمة مستقبل هذه الأمة لا ترغب أنفسكم بلا التهلكة لا تلقوها الله يرضى عليكم يعني هالتدخين هذا يا ريت والله لو فيه شغل وحده مفيدة لألك عمله ما؟ ما فيه ما فيه يا أخي يا ريت فلذلك يعني بنرجع على الفايب الموضل اللي طالع هذا للأسف الشديد يعني أعراضه وش بسويلي غثيان بصد النفس عن الأكل بالأسف بيعطي نوع من القلق وشدة الأعصاب وبعدين بيرفع الضغط وبيعمل صداع وبعدين بنزل يعني كذا واحد يجاني عمل اللعاب عم بسيل عنده يا ربي أنا أقول سكر غضل لعابي يا ربي إيش وبعدين هذا مخفي البيب يعني السيجارة الإلكترونية أعط والله أعط أطلع هيك لا إله إلا الله يعني كيف أسعده بعدين تصور عملت له سكر التراكمي عملت له تأكدت أن الغضل بعدين قالي أنا بشرف فيب تشيجارة الإلكتروني طلعتك قلت له الله يهدي سبت تسعين في المئة من اللي هايه بطلع عندهم اللعاب الزيادة خاصة في الليل بالليل إذا نجعل اللعاب من خاف يكون فيه دود في بطنه كمان حللت له الله عايزكم البراس يعني السؤال فين برجع بقلكم مخاطر جدا مضاعفات كتيرة يعني برجع حتقول لي طيب يا دكتور كيف أخفف مضاعفات الرياضة غزاء رياضة أكل طيب نحاول نبعد نفسنا في البخار بخار الماء إذا حسات صادر هذا بخار الماء أحط بشكيه رأسه أستنشخ بخار الماء يعني تصور وطلع مضاعفاته هاي الجديدة إنه بقلل نمو الدماغ بالدماغ من إذا تستخدموا الفيب سيجارة كتيرين من 15 إلى 20 سنة بقلل نمو الدماغ يعني بيطلع الولاد شوي تركيزه ضعيف الزكا ضعيف أقل شوي ضعيف والزاكرة وما بيقدر يسيطر عنه نفسه وما عنده قدرة حتقل لي يا دكتور ياخد رأيه حتلاقي هز الولد روح اشترينا سمك يعني هدول هالتلكيك هاي هاد هون دكت تعطيه ثقة لأبنك وتزرعوا فيها تزرعوا فيها هذا في نفسه حتقل لي طيب الفايب طيب إيش أساويه حقل لك يا ابن الحلال القاعدة عنه التدخين أربع تيين وقف قاعدة أربع وستاش أربعا وقف كيف السجارة شربتها نصفة بطفية برجع بشرب بعد فترة بعد ساعة مثلا بدي أشرب بشرب من السجارة اللي طفيتها في هالطريقة بربي كره بيني وبين هذي السجارة اتفقنا؟ أنا بدي أربي الكره هتقول لي كيف نعالش في اللزقات في المعامل هذا كله قوي بس أنا بسأل والله عندي مسألة مسألة إيرادية تصحى الصرح تقول بطلت أدخين تمام في هون جاينا سؤال طيب الأغذية المدخنة مدخن سماك مدخن اللحم مدخن إيه مؤزي مثله مثل الدخان ما بدي إياها الأكل تحاولوا إيه تتجنبوا أو ما تأكل منه كثير طبيعي على بعد كذا مرة ببقى مؤزي أنا ما معني لا توخزني أنا أكل لحم في طازج ما بدي شيء مدخن وشيء مؤزي حتقلي بالنسبة للعقم سبت رسميا أنا قلت بقى للخصوبة ويعمل عقم كمان عند السيدات خاصة الشيشة بقى انتبهوا يا سيدات هذا سبت أنه بقى لي طبيعي الهرمونات التي تتحكم في الطبويض أنا البويضة التي تحمل بدي يكون قطرة 18 ملة أكثر من 18 ملة وهذا هدف طبيب النساء والولادة أنه يخلي البويضة عند السيدة ترتفع خاصة إذا أعمارهم كبيرة ومقاربة للأربعين كيف حتصير إذا أنا بشيش ولا بدخن مثلا ومع سمنة كمان حيبقى مشكلة يعني برجع بتكلم بقى لكم يا جماعة وتخصر الدم حتقول لي طيب يا دكتور الدوخة السبت أنه دو مثل ما تلكون أنا عم بأخذ بالورق أول كسيد الكربون ونيكوتين وشان كسيد الكربون ربما يعملي دوخة عند روح يعني شوف ضغطة دائما وشوفوا السكر وشوف كيف تتعامل معهم هدولي سبت طبيا أي واحد وقف التدخين بالثلاثين سنة أو بعد ثلاثين استمر في التدخين سبت اللي ما بدخن ممكن يعيش لثلاثة وخمسين سنة هو مرتاح تمام للغير مدخن المدخن بزيد عمره بصير عمره خمسة وخمسين عمره الطبي يعني قصدي بالمدخن مسكين ببقى عنده زيادة في عمره خمسة وثلاثين سنة يعني على الخمسة وسبعين يعني كأني أنا عم بكبره بالسن واضح يعني أنا ما بدي أدخن سيجارة برجع بس مشان ما أكون نقصت يبقى قاعدة أربع تيين وبعدين ستة عشر يوم أمسك على نفسي أصوم أفضل طريقة وجدته والله عملت هيك لواحد أنا بخمسمائة مريض خمسمائة حطيتهم على قلت لهم نصوموا من الصبح للمغرب ومن المغرب لصلاة العشة أعد في المسجد هيك ضمانت من الفجر لصلاة العشة ما يدخن أكيد بعد العشة رح بقى تفسح تمشي طلع على البحر هان حتلاقي إيه ابتدى ينسى امشي في المول ابتدى ينسى السجاير أربع تيين عملها وبعدين ستة عشر يوم حتلاقي بطلت التدخين واضح وفيه الناس التانية اللي حطوا اللزقة اللي حطوا المادة اللي بتعطيهم نيكوتين كمان نسبة النجاح في هدول في اللزوات كانت حوالي ستين خمسة وستين في المية إنما هدوليك سبحان الله تسعين لخمسة وتسعين في المية فلذلك برجع بذكرك دائما أنا أحب هذه الجملة المسلم وكايسون وفطين وبيعرف مصلحة نفسه والزكي مصلحة نفسي الآن سمعتني ياريت تتعمموا هالحلقة تدخل يوتيوب تكتب صحتي قناة زاد حلقة التدخين بس ياريت يعني بدل هالهرج والكلام اللي عم بيجي والصخافات وبعض الهيافات في هالفيديوهات الناس تستفيد بس توصل هالرشالة أنه أنا أقتنع طبيا يعني لو أحكي من هون لخمس ساعات ما بخلص موضوع التدخين ولكن وصلت الرسالة مادة مؤجية وضارة ومدنة نتجنب قدر الإمكان تمام حتقل لي حتقل لي طيب يا دكتور حتلاقي ما في حد بدخين تلاقي عدل خمسين ما بعنده تركيز واهتمام وثبت أنه تعمل الخرف مو ألتزايمار تساعد على العته والخرف أنا أظن هيكي غطيت موضوع التدخين لذا بدنا نحاول لا توغزوني عنا أسئلة يعني حاول أخذ آخر أسئلة وصلتنا يعني بعض السادة المستعمل مشاهدين مشاهدات عم بقول يا دكتور طب يبتدي من الأخير وبعدين نرجع على الأديم لأنني عندي فوق 52 سؤال من أديم والآن يجتنا اليوم في حوالي 8 هاي أم أحمد من اليمن من الضروري أخذ اللقاحات والأطفال نعم يا سيدتي لقاحات مهمة جدا ونظام الصحة العالمية عندكم عم تعطي لقاحات بس الشبس اللي عم تنحط في منع الحمل هاي ما بدنا يا هاي لا يجوز للمسلمات يستخدموها هاي بحس أوصل لك الرسالة وصل لي للبناء للسيدات في مجتمعك اللقاح أساسي للأطفال ما أضعف الشي ما بدي يجيلي للولد إن شاء الله أطفال هاي خلاص الموضوع ما بقى نحكي فيه يعني هذا صار معلومة طبية أساسية كل أسرة بدي تأسس أسرة الصح بدي أعتمد يعني ربي ولادي بدي على الصحة صح لازم يأخذوا التطعيمات بأوقاتها وبشكل منظم إنما والله مو أخذها هيك تمام هاي بالنسبة السيد خول عيسى من الجزائر عيني اليوم نتدمع على طول دون توقف ما هو العلاج وصدع صدع شوفي ضغطك الله يرضى عليك ازعب الدمع ومحمرة طبيعي بعيون وليله شوف لي ضغط العين من جوا وشوف لي القناة الدمعية لا يكون عندك القناة ربنا خلق الدمع يطلع من هنا من هالزاوية هاي والبلوعة هنا يبقى يا أما إفراز من هنا الإفراز الحنفية أكتر أو البلوعة مزدودة تذهب عن طبيب عيون يخاف الله وليله لو سمحت أنا اسمعت بالثقافة الطبية اللي عندي قريبي أو الدكتور وليله محمد قال لو سمحت تفحص لي قناة دمعية وتشوف لي السبب التدميع عندي في عين واحدة وتشوف لي ضغط العين لو سمحت وقاع العين وبعدين يشوف لك يشوف لك النظار بإذن الله نمشي صح أنا علي توجيه الآذين نواجهون لأسلية توجيه صح الطبي والله ببساطة شديدة وبإذن الله يعني حينتفعوا أغلب الناس هاي الأخت مريم من اليمن عندي لحمية بالرحم كيف تنصحني يا دكتور سامحيني مو اختصاصي بس إنما أي لحمية موجودة بالرحم مو لحمية اسمه ورم ليفي أو هاد الدكتور أكيد النسوة وولادة نصحك إنه دي أخده يستقص له ويشوف يدرس إش هو تذهبي عن طبيب نساء أو طبيب نساء وولادة تخاف الله وتقولي لعندي تورجيه الموجات الصوتية الصورتية وتقولك كيف تعمل تتعامل مع هذه العي وما قلت يون سنك طبيعي يجب رفعها هاي إذا لحمية مع أنت متدلية أو إذا مرم ليفي كماعي يتصرف طبي ينصحك بما يرضي واضح هاي بالنسبة إم هاشم الأردن دكتور أجريت فحص دم بسبب نزيف نساء كان نتيجة الفحص تمانية يعني عندها فقر دم شديد تمانية قرر طبيعي طيب برة حديد لكن أتابع الحلقة منذ الودي فهمت أنه ليس الحديد فقط مسوعة فقر الدم ماذا يجب نأخذ بعد برة الحديد أولا سيدتي بدي أعرف الطبيب فحص يعملك موجات صوتية يتأكد السباب فقر الدم تسعين في المئة أسباب فقر الدم عند السيدات هي الدورة عم تجي لو ما بتعوض حديد مواد فين يا حديد اللي هي البتنجان أي شيء السبانيخ يعني لا تلغ الشاماندر حطي شاماندر عصير عصير جزر من أحلى ما يمكن زبيب جدا مفيد زبيب الأسود وتأخذ إبار الحديد كل يومين ثلاثة طبيعي قال لك كيك الدكتور لا ترفعي نسبة الهموغلوبين وحيصور لك الرحم إذا وجد أورام ليفية يبقى هاي السبب هون العلاج هو الذي ينصحكم به يا ما يستقصل هذه الأورام اللي فيه أو يدخلت عن طريق المنظار يسد الشرائين اللي بيتغذي هذه الأورام اللي فيه هاي الحمد لو عندكم مثلا راجعي المستشفى الجامعي أو مدينة الملك حسين الطبية وأكيد حين صحوكي صح أخذت بالك يعني أنا سبب فقر الدم عندي إنه الشاورة الشهرية عم تجي لك عتفيت فيها كتل لحمة أي امرأة كتل دم كبير أي امرأة تأتيها مع الدورة كتل معناتها في عندها شيء ورملي فيه أو يعني لازم نبحث نعمل موجات صوتية روح لطبيعة النساء وولادة تصور موجات صوتية أو طبيب أشعة يصور أو طبيعة أشعة تصور موجات صوتية وبتشيلي الموجات صوتية تروح لطبيعة النساء وولادة وتقول له اللي طلع عندي كذا 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 لو سمحت ساعدني وبعدين مركبات الحديد ناخده لبين ما يرتفع الهيموغلوبين فوق إدعش المرأة اللي تعيش طبيعي لكون الهيموغلوبين عندها فوق إدعش بتاخد الحديد زائد عن طريق الغذاء واضح يعني نمشي بطريقين الأخ عبد الله من السودان يا دكتور أنا عندي إمساك وحرارة في البول والضيق في المستقيم هنا أخ عبد الله أول شغلة بالنسبة للإمساك لو سمحت بتحلل البراز وبتحلل غد الدرقية وبتأكل يعني ما معقول أنا أكل شربة وصلطة وفواكه وبالليل بالزين الزبادي وتحط عليه شوفان وتحط عليه زيت زيتون وتقو بتأكله بالليل وبتأكل ببرقوخ وتين يابس أكيد إذا هي أكلنا هالشغلات حظ ضيئ لا في شي بالطب ضيق بالمستقيم هاي شغلة بالطب ما عنا هيك شي في الطب تمام إلا إذا عملت عملية بواسير وصار في عنك ضيق في المستقيم منه إنما ربنا خلقنا كلتنا المستقيمة عنا الطبيعي هاي بس مشان أنبهك على هاد ولي ما فيهك شي في الطب واضح نجي هون حرارة في البول بتروح تحلل البول والبولاز متل ما اتفقنا والغد الدرقية ودزب إلى الطبيب عندك مستشفى الجامعي في الخرطوم وعندك مستشفى الرباط الوطني ممتازين جدا عسى هاي تسير محترمين تروح تراجع وتحل مشكلتك واضح اسماعي الحلقة وإن شاء الله بشرح لك هون الأخ عبد الله من السعودي يعني بقول وزني 114 كيلو لأ هون عنا سمنة مفرضة 175 وعمري 26 سنة هل تنصحني بإجراء عملية قصة المعيدة والله يشوف السمنة هاي مشكلتنا في السمنة السمنة البساطة الشديدة هتعمل لك الكبد الدهني هتأثر على هرمونات الذكورة لديك وبعدين هتعمل مشاكلك فلذلك أنت أنا برأي أنا برأي يشوف يعني بما يرضي الله تعمل أنت شاب كله عمرك ما تكسد تكون عندك طموح بدي أضع بتبطل العشا المساء بتوضع الوجهات الجاهزة بتعمل حمية ريجي بساطة شديدة شربة خضار بيت طيب مسلوبات سمك تونة عود كل هالأكلات بس خبز حارة بالخبز الأبيض تأكل بيت تأكل تأكل من فترة وحدة للساعة الخمسة عشاء متأخر ممنوع اسمع كلامي والله في عندي حلق عن السمنة اسمعها حتتثقف اكتب يوتيوب صحتي زاد رأسها بتطلع لك عود تثقف أنا ما بدي أدخل في عملية سواء إذا قصنا المعيدة سواء تغيير المجرى وهو الأفضل مشان إيش أجيب لنفسي مرض آخر خليه يكون عندك إرادة امشي رياضة افتح باب البيت وطلع امشي ساعة فبتع لي نقيلك مسجد بعيد روح صلي فيه ورجع يعني رياضة أنت ما عندي يكون عندك تحدي وهي مشكلة مو بس عندك يعني عند أولادنا لازم الرياضة إنما والله هقول والله نجيع الحبوب ما في أي حبوب تقولي الأبر لا بنصح في شيء أبدا غير في حبوب ونظمة للسكر مدفعون سمحت الجامعة الأمريكية للسمنة والسكر استخدامه فقط لا غير وعد تشتري أي دواء يأخده وحيحرق الدهون كله هذا ما بدنا شيء أي دواء مانعته وزارة الصحة غير معترف فيه ويبع في الصيدلات وعد تلمسه برجع بقال لك والله يشهد على قولي 90% تعتمد نبني عندك الإرادة والثقة بالله إنه بإذن الله إذا عملت رياضة وعملت حميه بإذن الله حتضعف واتجنب المأكولات حسيت حالك جوعان سلطة حطها يكمل هوا وعقول روح جيب خاصة واطعه وشكله وطعت لحمة دجاج يعني برجع بحكي لك إنه يجب أن تعامل نفسك وتهتم بنفسك وهل عدم النوم في الليل لا وعلاقة بالسمنة لا ما له علاقة الألأ هذا يا أخي سببه أسباب كثيرة أولا الجوال ببعد الساعة 9 يفضل ما أحد يمسكه لأن الأشعة الزرقاء تطلع تأخذ الميلاتوني لأنها محتاجة لو نروح أنا هيطير مني النوم أكيد وما بدي أفكر أنت نستهتع عمرك كام 26 وعشرين سنة ما عرفت إذا ما تجوز ما تجوز يعني هموم الدنيا لسه عليك ضعيفة هون بتحاول تركز على اللبن الرايب تأخذ صلاطة شربة بالليل العشن متأخر بخلي الواحد ما ينام إذن حصيت حالك وتأخذ أدوية الحساسية البسيطة أوعى الشغلات تبعت الرشح وهذا أخذها لا تأخذ هدوية بتساعدك وتريح نفسك لك وما تنام فترة الظهر نهائي وما تقوم وبالليل تحاول تنام من 12 يعني فيه أداب فيه حلقة هتكلم أداب النوم لشان أنا ما بدي ألخبط نظام دماغي في النوم هذا نوم نعمي من عند ربنا أنا هون حتر أقف لأني سيد المخرج عم بقول لي الوقت خلاص و إن شاء الله أكون قدام تمادي طيبة ممنوع التدخين تنصح كل واحد عنده أبو أخو عم وخاله زميله صديقه في المد يا ابني ما بدنا التدخين التدخين يكشر الإرادة الإرادة ترتفع للخمرة للمخدرات ضيع الواحد مستقبله ما هي تبتدي دائما في التدخين فولو سامحته أنا لا بدي أصير مثل السينما لهذه الأفطال بيطلعوا ولا اللي بيروح بمسكلي السيجارة بطريقة وده ألدق هي ما هي رجولة وليست في قائمة لستة قائمة الرجولة لو سمحته من علاقة فيهم ولا السيدات كمان هي ما هي موضة ولا مؤشر طيب أبدا يعني يعني والله يعني أنت ما تغجلي من نفسك مثلا أعد والله أدخن مع زوجي ولا هذا لا وانت يا الزوج ما تعلم مرتك التدخين وبطل التدخين وما تأذي أطفالك هاي حبيت الرسالة لا ضرر ولا ضرار قاعدة عنه فقية أن حرام أجيب لنفسي المرض لأولادي وهذا لما يكبر وأزي صدر وأجيب الرب فلذلك أسأل من الله أن أراكم على خير أقدم شكري للساة اللي عم بيشتغل معنا هنا وسيد المخرج ومدير القناة ومعد البرنامج وأرجو من الله أن أراكم على خير إن شاء الله وتعالى وتصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأخذ بالأسباب عند إصابتي هذا دواء الداء لكن الشفاء هو منة الرحمن ليس بقدرتي